طيب نشوف مع بعض طريقة لعب سيمبا والتشكيل المتوقع لمواجهة النادي الأهلي مع حضراتكم ده زي ما حضراتكم شايفين على الصورة كلمنا بقى على التشكيل في التشكيل طبعا هم بيلعبوا 4-2-3-1 في حراسة المارما منولا رقم 28 ده حارس منتخب تنزانيا دولي من 2015 وعنده 30 مباراة دولية جيد متوسط جيد عنده 4 كلينشيت من 5 مباراة لعبهم في دورة بطال أفريقيا يعني 4 شباك نظيفة تمام الاتنين المساكين سيرجي واوا ده من كود فوار اللي هو بيلبس رقم 6 عنده 34 سنة نحط عليه دايرة كده اللي جنبه اونيانجو من كينيا بص حداك على الجنسيات هتلاقي كود فوار هتلاقي كينيا 28 سنة الاتنين المساكين نقدر نقول عليهم انهما على مستوى الالتحامات أجايدين ولكن كبار في السن بيعانوا من البطء أي مهاجم سريع يتعبهم كذلك العمق الدفاع عندهم مشاكل كتير جدا تمام نيجي لي الباك اليمين كبومبي وده أكتر لاعب عامل تمريرات فيه فريق سيمبا في المباراة اللي فاتت قدام فيتا كلوب محمد حسيني الباك الشمال وده دولي وده برضه نعمل عليه دايرة لأنه أحد نقاط الضعف المهمة جدا فيه رغم انه هو ده بالذات كان ليه تصريحات قايلنا النهاردة ان احنا هنهجم فريق الأهلي وهنكسر فريق الأهلي هو على فكرة المشكلة مش فيه المشكلة ان الجناح اللي معاه ما بيدفعش اه فهو دايما بيبقى عليه زيادة عددية بيبقى عليه اتنين او تلاتة اللي هو لوس اللي هو رقم خداش اه لما بيبقى دايما بيبقى لوحده مبيبقاش فيه ارتداد دفاعي تمام؟ نيجي للاتنين الارتكاز لوانجا رقم اربعة اه ده من اوغاندا وده مهم جدا في عملية تحضير الهجمة والله ما فيهش لعبين من تنزانيا واللي انا يا شايف كلههم محترفين فيك؟ اه بس هما كلهم محترفين دوانجا من اوغاندا ده دور مهم جدا chew عبقى رقم اربعة ان هو بينزل يسقط مبين الاتنين المساكين عشان يحضر الهجمة لان الاتنين الورى كوريتهم مش حلوا زي ما قلت لحضارتك فدايمن رقم اربعة هو اللي بينزل يسقط ما بين الاتنين المساكين هو اللي بيبتيدي ابني الهجم هو اللي بيبتدي فلازم مهم جداً الضغط على رقم أربعة من البداية كده عشان تمنع ان هم أصلاً يحضروا الهجمة وحتلاقي ان الاثنين المساكين يعملوا أخطاء كتير جداً نيجي الياسين السرعات عندهم ايه دكتور احمد؟ السرعات لا ضعيفة ضعيفة بطاقة جداً وبيعانوا من البطء في قط الدفاع مزاميره ياسين من تنزانيا ده بيلعب برضه ارتكاز وده مميز بعملية قطع التمريرات نيجي للرباع الأمامي اللي هم عملوا نوع من التغيير في فريق سنب في الفترة الأخيرة كلاتوس اتشامة الجناح اليمين الخطير وده كان بلعب في الاتحاد السكنداري وكان بلعب في زيسكو يونيتد عنده 29 سنة ومن زامبيا طبعاً كلنا عارفينه كلاتوس اتشامة ده لعب كتير يعني في زيسكو ولعب قدامنا قبل كده في زيسكو لعب سريع بيعتمد عليه في عملية التحول من الدفاع للهجوم كلاتوس اتشامة اللي هو الجناح اليمين رقم 17 لاري بواليا اللي هو رقم 8 اللي هو من زامبيا صنع الألعاب ده يعني بيتحول أكتر بيروح نحيط الجبهة اليسرى أكتر وصنع الألعاب بس بيروح دايماً بيوقفي زيادة عددية في الجبهة اليسرى اللي هي فيها الخطير وأهم لعب في الفرق اللي هو لويس لويس ميكوسوني رقم 11 ده جايل لهم من ساندونز طبعاً كان بيدربوا مين؟ موسيماني جايل لهم في يناير 2020 لعيب أشوال سريع هنتفرج عليه في الفيديوهات أسرع هنتفرج عليه سريع وأشوال ومهاري وقوي بدنياً تمام أما المهاجم كريس مجالو مجالو ده رقم 7 قوي جداً بدنياً يعني يكفي أنك تعرف رقم كده مميز لمجالو وهو قريب كده طبعاً مع الفارق قريب جسمانياً من إفونة يمكن لهم من إفونة طبعاً هو في شبه من مجالو يعني شبهه هو كسب 9 التحامات هوائية من 16 التحام اللاعب اللي أنت شايفه مصدر خطورة قبل مدخل على الفيديوهات لويس يعني أنا شايف طبعاً أهم اتنين في الفرقة 7 و 11 7 و 11 و 17 جنح الشمال وال اللي هم التلاتة اللي قدام بس يعني تحديداً لويس دوت مفاجأة يعني اللي هو لعيب جاي عنده من ساندونز هو من موزنبيكي على فكرة من موزنبيكي اللي هو رقم 11 حتى لما نتفرج عليه في الفيديوهات هو ما خدش يعني ملعب يعني ما كانش كويس أو في المباراة الأولى لكن هو لما تتفرج عليه في مباراة الدوري هتعرف إن هو لعيب مهم جداً ملعب 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 قبل ما أشوف الفيديوهات بتاعت سيمبا ونحاول نقرب كده من الفرقة وخطوطها التلاتة ملعب 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 اللي هتلعب عليه المباراة ملعب كرة كحي يعني ملعب كرة كويس نعرفه جديد من 2007 تلتها سيوه 2007 وبيلعب عليه المتفرج هيجي منهم 30 وبتلعب عليه ملعب كواس جداً بس هو عيب إن أنت بتلعب في الشمس والرطوبة والأجواد هي دي بس اللي بتفرج هوا لكن الملعب أرضيته حلوة جداً طيب خطوط الفريق التلاتة يعني من واضح من كلامك طبعاً لما كلمت على العيبة واضح إنه خط الهجوم هو أقوى خط في الفرقة أضعف خط من وجهة نظرك الدفاع طبعاً لتنين المساكين بطوقة جداً بيعانوا من البطء الحاجة التانية محمد حسيني الباكليفت ما بيبقاش معاقر مساندة دفاعية فبتبقى صغرة الجبهة يعني من الآخر الجبهة اليومنا اللي حنلعب في الجبهة اليمين سواء كهرابا سواء حسين الشحات يقدر أنه يستغل المساحات الموجودة وراء محمد حسيني لكن أهم العيف الفرق اللي هو لويس ميكوسوني اللي هو رقم 11 اللي بيلعب على محمد هاني وفي نفس الوقت لاريب واليا اللي هو صنعي الألعاب بيروح يرحل معاه يعني بيبقى فيه اتنين غير الباكليفت فبيبقوا تلاتة على واحد آه يعني هنا السلية أو حمدي أو بيانج لازم يكون فيه مساندة دفاعية ومع الجناح اليمين لازم يرجع لأن الحتة دي تحديدا عشان تقفل الجابها دي دي أهم نقطة في الفرق دي نبص بقى على الفيديوهات الفيديوهات هتبين لنا أكتر الفيديوهات دي هتوردح لنا إمكانيات اللعيبة وطريقة اللعيبة دي أولا سيمبل للابس أحمر نرجع بس بس السمير ثواني طبعا عندهم لعيب اسمه كاجري بص بص الفيديو نرجع ثانية واحدة بس السمير بس دي أولا لو نرجع الفيديو ده من أوله هلاقي أهو ده الهاجمة كانت عليهم بص هم مميزين بحتة للتحامات أقوية لكن بطاقة بص بقى التحول السريع من الدفاع للهجوم عندهم ميزة التحولات ليه لأن الأطراف عندهم كويسة الجناحين اللي معاك كورة ده ده واحد من ده هو رلوانجا رقم اربعة هييبوظل مين اهو بص اللي هناك اللي هو اللويس ده اللي انت عليه العيين بقى ده اللي على العاب عليه ه علي اللي هيتحرك ده لويس اللي هو无هاية هيلعبه يعني هو من معاك كورة ده الوقت ده لويس اللي هو الخطير رقم 11 بص هيعدي وهايفوت اهو statistic hook هو ده مهم جدا ده اختار لعب عندهم ده جايف صوت ده الجايف صوت نظميقينا كلها الموضنبيقية رقم 11 اللي هو بيلبس رقم 14 ده المهاجم البديل وده خبرة كبيرة جدا كان سجل فينا في المباراة سنبا اللي كده يعني ده مهاجم اللي هو مهاجم البديل بتاعهم ولكن مجاله هو اللي بيبدأ المهاجم البديل اللي قدامنا على الشاشة اللي هو كاجري الرواندي ده برضو مهاجم كويس الماتش اللي احنا شفنا ده على مكابا ده المالعب اللي هيلعبونا عليه ده كانت يمكن الماتش ده خلص اتنين اتنين ده اول حالة معنا بيتبين خطورة اللاعب اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو لويس رقم 11 الجامل موزنبيك شفت عمليك مقش محلي ولا اه اتنين اتنين خلص اتنين اتنين ده كان ومناسبة هم عاملين ايه في الدوري في الدوري هم اقوى خط هجوم اقوى خط ادفاع ولكن هم في المركز التاني ولسه ليهم ثلاث مباراة مؤجلة لو كسبوهم يتصدروا الدوري فإذا هي فرقة على المستوى الدوري هم اصلا حامل اللقب اخر اربع سنين اه في تنزانيا في فرقة كويسة تمام نكمل برضو الحالة التانية اللي هو الخطير اللي هيلعب ناحية محمد هاني تمام بص ادي الحالة التانية دي برضو الكورة مع سيمبا نكمل اهو نكمل تمام اهو بص حالك بقى هو بيجري على طول اه اه لويس اهو هتتلعب له الكورة هو شوال اللي هو بيقطع دايما فين في المساحة ما بين المساك والباك وهيحصل على ضرب الجزاء هو دايما بيحصل عملية ده ما بين سيمبا وما بين عزام يونايتد الماتش ده كانت في شهر اثنين في اول شهر اثنين معدد ديجو ميز اه معدد ديجو ميز خلص اثنين اثنين بس لويس دوت بيبدل بيحصل عملية تبادل ادوار ما بين الجناح الشمال وما بين لاري بواليا اللي هو صنع الالعاب بص حالك رقم 11 اللي هو على الارض هناك ده اختر لعب فيهم دايما بيخش بيتحول كصنع علعاب ودايما بيلعب جناح ايصر لكن هو على الورق جناح ايصر تمام بيتحول كصنع علعاب لما جاي من صنداونز موزنبيقي بص حصل على راكل الجزاء دي الحالة التانية اللي بيتباين برضو اهمية اللعب ده في المباراة نبص برضو على الحالة التالتة اللي معنا هنبص بقى ميزة التزديدات اللي بيتمتع بيها دي كانت اثنين واحد والديئة تمانية وسبعين ودي محمد حسيني اللي هو الباكليفت بيرفع بالعرض بتتقطع بص بقى لويس جاي منين وبيشوت اللي هو الجناح الشمال بيسدد عنده ميزة التزديدات طبعا الحارس المرمى مش ضعيف حارس مرمى في راكل عزام يونيتد ولكن وانا سوفت لويس ده بصراحة بيلعب في كل حاتف الملعب هو على الورق جناح ايصر بس هو صنع علعاب ونحن يوديديجو ميز بتديحه الريد حركة رقم 11 اللي هو جاي اكيد موسيماني طبعا عارفه مزاكي قويس هكلمه الوقت على قراءة مستر موسيماني للسينبا والتشكيل المتوقع والتشكيل الامسل لمواجهة سينبا على ملعبه ازاي توقف مواطن الخطورة وازاي تشتغل على نقاط الضعف وبالي انه حتة اللياقة والسرعة بتصبه في مصلحة النادي الاهلي طبعا في المواجهة وكمان في محمد حسيني ده لو جبنا برضو بقية الفيديوهات بتاعته محمد حسيني لحدك اتكلمت عنه انه عنده تصرحات هو اه لعيب مميز ولكن هو على المستوى الدفاع بصوا الكرة مع سينبا اتقطعت دايما مفيش مساندة دفاعية ناحية ايه الشمال مفيش جناح بيرجع معاه بصوا كل ده لسه مفيش الجناح اللي هو الشمال مرجعش اه بصوا لوحده الباكي الشمال لوحده فقطع بصوا حتى الباكي اليمين جمعة ومفيش حد سندهم يعني الجناح مرجعش اللي هو لويس فطبعا جاك جون لانه دي الجابها اليسرى اللي نقدر نستغلها لويس رغم انه هو على المستوى الهجومي شايف انه الناحية الشمال بتاعتهم اه ممتازة على المستوى الهجومي ولكن على المستوى الدفاع ضعيفة جدا يعني لان لويس ما بيرجعش وبياخد عملية مركبة بيخش كصانعي علعاب بيخش جناح يمين يحاول يبدل شوية مع كلاتوس اتشامة بص ادي هدف تاني ده الهدف ده من عيد ده اللي احنا شفنا اه بص ما فيش حد بيرجع خالص مع محمد حسيني الجناح ما فكرش قصة انا شايف عندهم الجناحين ما بيرجعوش بصراحة الارتداد الدفاعي ضعيف جدا امكان كلاتوس اتشامة الجناح اليمين بيرجع كوي يعني احسن منه يعني هجمة دي كانت في بدايتها ثلاثة على ثلاثة اه بص هيخش وهيشوت تمام الحالة برضو اللي بعدها شوف برضو الصغرة الدفاعية الموجودة نحية الايه المحمد حسيني برضو ما فيش حد راجع مع الكرة جات بالعرض واتلعبت وفيه حالات معانا برضو من ماتش فيه تصور هنلاقي برضو نفس الفكرة بالعرض من الجابهة دي والمهاجم بيطع طبعا هم عندهم مشكلة في التمركز فيه الكرات العرضية واضح انه البنة الدفاع كمان عندهم مشاكل فيه التمركز اللي على الارض هم على العالي العالي قوي فيه لانهما خبرات طوال في السن اللي تحميات عندهم كويس لكن هما كرتهم مش حلوة خط الدفاع فتقدر ان انت تستغل المساحات الموجودة في ظهر الباك الشمال زي ما احنا شايفين ما فيش حد بيضغط والمساحة الموجودة في ظهر الزهير الايسر وتلعبت بالعرض هم عندهم مشكلة فيه التمركز فيه الكرات العرضية قدت الى الهدف التاني من فريع عزام الماتش ده خلص اتنين اتنين زي ما قلت لحضرتك ودي برضو يعني حجم هم جدا من نقاط الضعب